أهلا بكم على فكرة بيحصل الحكاية دي كتير جدا بقى في مجتمعنا وبتحصل ساعات في العقل الواعي وانت واخد بالك منها قوي وبتحصل ساعات في العقل زي مقولوا لا واعي واحدة في الجامعة في اي مناسبة عجبتك جدا فانت رايح طبعا لازم تتكلم شوف يعني الشكل اللي عجبك ده هلا هو كمان شخصية كمان كويسة ولا لا كل واحد يعني مش هننكر يعني فقربت مساء الخير ازاي اخبارك ايه احنا زملة في الحتة الفلانية احنا رايب العريس لا انت قريبت العروسة بدأت تقولك اه مش عارف ايه بدأت سنانا في سنان اول ما تبان انت بتقول بخلاص خدت بالك يعني عينك وعقلك الوعي ايه ده يا ده نسيب السودة ورفليكسلي على طول بتنسحب على طول سمعوا عليكم يا عم تلاقي نفسك كده كبرت دماغك تلاقي نفسك حصل حاجة زي ما حصل في الموسيقى كده الموسيقى كانت ماشية نعمة وجميلة ورومانسية وكلها حنية وفجأة راح تلاقيه داخلة على طول تبص لها رتم وقع مرة واحدة ودخل الرقة الطبلة بدأت توقف ودخل دخل المكسلفون بقى ودخلت النايل حزين خلاص انت فجأة شفت حاجة مش عاجبك ساعات في اللاوعي بقى لو السنان مش حلوة قوي انا بقولك لو السنان مش حلوة خالص انت شايف لكن فيها عيوب فرغات الابتسامة لساوية خفيفة كل دور كده جوانب سودة فالجة زادة على اللزوم فانت ممكن تكون عقلك الوعي مش واخد باله قوي يعني مش مركز تقولي السنان دي مش حلوة لكن في حاجة بدأي عينك السنان بتدايق العين فبرضه هتلاقي الاعجاب اللي كان موجود بعد ما بدأت تتكلم تقول كده جملة لو واحد صاحبا تقولك اي اخر كنت نفسي اكلمها طول الفرح ولا طول المناسبة يعني عجباني جدا اول ما روحت اتكلمت معها في حاجة دايقتني فيها اول عكس البنت برضو تقول كده ده كان الود يعني لافت نظري جدا اول ما بدأ يتكلم بس مش عارف قلب انقبض منه السر غير الشخصية ممكن تكون السنان السنان مهمة جدا فلازم تخطب لكم هنا لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة ني النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الاسنان المبدأ دائما لست دكتور كريم مكادي انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكل الزراعة الوقت تمت بسلام يعني خلاص انا كده ولا في محاطر منتظراني تبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية لأ طول متحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دائما بنقول ان من حق اي حد ان هو يأكل لحد اخر ينفع عمره باسنان والسكتة ويستطعم الاكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو الدكتور كاريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الامريكية لاطباء الاسنان ضيف العزيز طبعا اسمي المتميز في هذا المجال دكتور كاريم مكادي اهلا بيك انا بحضر لك دكتور ايمان هبدأ الاول هل فعلا بيوب الاسنان بتدخل في العين بشكل يعني بتبترش يأذن بيقوله في العين ومنها للمخ بش شكل اللي قلت له طبعا بلا شك انا هقول لك على حاجة تخيل كده لوحة جميلة رسمها رسام مشهور جدا وفي اخر الرسمة دي في بقعة او نقطة من الكالرز اللي هو بيستخدمها متنازلة في النص هتلاقي العين ثابت اللوحة دي كلها وبصت على النقطة السودة دي مبدئيا طبعا الاسنان هي الفرست ايمفرشن للشخص اللي قدامك ده لنضافته لثقته بنفسه للكلام ده كله غير طبعا ان هي مدخل الاكل فهي اساس صحة البني ادم فلما البني ادم بيتكلم وهو شكل اسنان ومش حل ومش مهتم بيها ده بيديك ايمفرشن ان هو مش مهتم بنفسه ان حياته مهرجلة ان الحياة عنده مش ماشية بأسلوب صحيح ولا منظم ففي التالي انت بتاخد فكرة مش كويسة عن البني ادم ده فطبعا اي حاجة في الطابلو ده لما تبقاش حلوة بتلفت عينيك وبتديلك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله الزراعة مثلا السنة المفقودة شيء مزعج في النظر يعني لما يكون واحد عنده سنة رايحة اول ما تبصولك تحس ان في حاجة غلط طبعا يعني احنا عندنا اول حاجة بتبص انت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنة في النص نقصة عينيك هتروح فين هتروح على الحاجة اللي نقصة ده من ناحية الشكل طب نيجي من ناحية الصحة ايه اللي محافظ على حجم العظم ده هي الأسنان اللي موجودة فيه مجرد ما بنخلع السن بيبدأ العظم ده يكيش بيبدأ العظم ده اللي هو الشاسي اللي مجدود عليه عضلات الوش الجلد بتاع الوش اللي هو مجدود ده كاش اللي هيحصل يبدأ يظهر لنا الرينكلز او يظهر لنا التجعيد بتاعت الوش يبدأ البني قدم يبين اكبر من سنه وهو لسه صغير فاحنا دايما بننصح ان اي حد بيفقد اي سن لازم يروح بسرعة ويعوضه عند دكتور الأسنان عشان ما يبدأش يحصل المشاكل دي كلها طبعا ده بالاضافة ان احنا بيبدأ عندنا طريقة بالمضغر ما تبقاش مظبوطة اللي هي بالتالي بتأثر على محصل الفك بنبدأ نسمع صوت تقطاء بنبدأ يحصل تآكل في محصل الفك ليه لان حصل التهابات للأربطة اللي ماسكى الغضروب في مكانه طبعا بيحصل مشاكل تانية في الأسنان خلي بالك يا دكتور ايمن ان الأسنان دي كلها في حالة حركة اللي مثبتها في مكانها كل واحدة سندة لجنبها وسندة لقصادها طب احنا لما نشيل سنة من النص حصل خلل في السبات اللي موجود ده فبالتالي يحصل خلل في رصة السنان الموجودة دي تبدأ السنان اللي قابليها تميل ناحية الحتة الفاضية تبدأ السنان اللي قصادها تطول على حساب الحتة الفاضية يبدأ السبات أو الإكوليبريم ده اللي موجود ده كله يبوز طبعا المرغة العضة نفسها هبوز أكتر فالمرغة هيبوز أكتر فانت دمرت الدنيا كلها إذن تعويض السنة ده واجب ده شيء لابد منه وطبعا أحسن حل للتعويض الأسنان هي الزراعة إن احنا بنحافظ على أسناننا من غير ما نبرضها من غير ما نلعب فيها ونعوض السن بذاته عن طريق زرعية محطوطة بيركب عليها التربوش بتاعها بعد وقته معين وتبقى الدنيا كلها تماما كان زمن الزراعة كلمة خوف كان بتعمل هلعة لناس كتير ولسه لحد دوقتي ناس مش فهمة إن التكنولوجيا تطورت بالضبط والتكنيكس الحديثة في زراعة الأسنان تطورت بشكل جدير جدا ليه كان بيبقى عندهم هلعة لأن زمان كان هو متخيل إن هو راح يعمل جراحة كبيرة بيفتح فتح بالمشرة الدكتور بيفتح يكشف العضم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل ويبدأ ينشر في العضم ويدخل الزراعية وبعد كده يخيط وبعد كده يقعد على أنتيبياتيكس فترة لحد من الجرح دا يلم وبعد كده بعد فترة بعد ست شهور يبدأ يحمل على الزراعية دلوقتي التكنيكس الجديدة والتكنولوجيا والحرافية بتاعت الناس لإستخدامة الكلام ده سهلت موضوع جدا بينا بنحط الزراعية دلوقتي خمس وست وسبع دقائق إزاي بينا بنفتح فتحة صغيرة عن طريق حاجة اسمها تكنيك زي الخرامة بتاعت الورقة كده فتحة ملي بنبدأ نشتغل منها كل قصة الزراع دي من غير أي مشط ولا خياطة بعد كده أو ممكن نستخدم الليزر يعني بتاعتنا فتحة برضو صغيرة نقدر نحط فيه الزراعية ونحط الكلام ده كله التكنولوجيا بتاعت معالجة السطحي نفسها بيت عالية جدا بيت بتحفز العبم أكتر بيتعمل زي المغناطيس اللي بيحفز العبم إنه هو يبني على الزراعية نفسها فدتنا نتائج عالية في وقت أقصر من غير تعب ولا قلم والكلام ده كله زي ما كنا بنكتب أنتبيوتكس حقا وبيديله أنتينفلماتوريز وبيديله مسكينات كتير جدا كل ده حقا عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحة دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسة مفيش أي مشاكل طبعا فكرة الإميديت إمبلينت اللي هي أنا عندي سنة بايزة فنشلتها وامتحاطت الزراعية في ساعاتها على طول ده أحسن حاجة لأن موجود الدنيا بتبقى ليست غنية بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء فتحصل عملية الهيلينج أسرع من تكون زرعية سنة مفقودة بقالها فطرة طويلة بالتركبات والزرع هل هم متنفسين أم زي ما يقول شركي في الآخر شركين بيطلعوا في الآخر نتيجة كويسة دول الشركين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلون للنتيجة دي يعني لو زرعنا أسنين عشان نعوض سنة لازم نركب لها التركيبة السابتة فوقيها عشان المريض يقدر يأكل عليها لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحالة اللي عندنا دي اهو ما عندوش أسنين نهائيا لا فوق ولا تحت والدنيا بايزة خالص أنا لو زرعتله زرعية مكان كل سن ناقص العضم هيفلق مننا بالبلد يعني تخيل كده حتة خشبة حطينا فيها مصامير ده عمضيح في التح هتفلق ده اللي بيحصل فعلا في العضم فبنبدأ ان احنا نحمل نوزع التحميل يعني نوزع الزرعات بطريقة عشان نوزع التحميل على الزرعات دي فبنبدأ نحط في الفك ما بين ستة وثمان زرعات ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات السابتة وبعد كده الراجل ده ياكل بقية حياته بأسنانه السابتة لان هو من حق ان هو يفضل بأسنانه لحد آخر يوم في عمره بأسنانه السابتة هنا الحالة دي كانت قصتها كبيرة شوية الحالة دي كانت لفت في كزا حتة قالوا لها انت ما عنديكيش عبم خالص فلسك يعني السيكنس بتاع العبم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زرعية خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزرعية دي يبقى فيه ميلي من كل عشان خاطر زرعية دي تثبت ميلي من كل ناحية عشان خاطر زرعية تثبت ميلي عبم لو انا ما عنديش الميلي ده طب احنا هنعمل ايه الزرعية اللي هي سمك اقل سمك للزرعية فيه زرعات دي وقت اتنين وسبعة وفيه حاجات اللي هي السمك بتاعها اتنين وسبعة وفيه حاجات تلاتة وتلاتة وتلاتة احنا لازم تلاتة ميلي ميلي فاحنا لازم نحط معاهم تلاتة ثلاتة ميلي ولا تلاتة ثلاتة سنتي لأ تلاتة ميلي ميلي اه سنتي سنتي ده حاجة ايدي لابا اخذ تلاتة ميلي تلاتة ميلي فاحنا لازم يبقى فوق التلاتة ملي ده في عندنا ملي عالا راوند يعني لو احنا قلنا يبقى إذا العظم لازم يكون شمك و المفروض يعني قول خمسة مثلا ملي خمسة ملي ثلاثة ملي و ملي و ملي و يبقى دي خمسة فاحنا الناس دي لفت على كذا حتة قالولها انت ما ينفع لكيش زراعه أساسا فاحنا أخدناها ستاب و احنا هنخلي عندك عبن انت ما عندكيش عبن هنخلي عندك عبن بدأنا نزرع لها عبن في كل حتة بدأنا نرفع الجيوب الأنفية لنها طبعا كانت نزلة عشان العبن ده كش فبدأنا نرفع الجيوب الأنفية و نحط العبن بتاعنا و استنينا عليها خمس شهور بعد كده حطينا الزراعات بتاعتها في الحالة دي طبعا ما نقدرش نحمل بصرع خالص بازم كل حاجة تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي و تبقى جزء من الجسم و استنينا على الزراعات دي كمان خمس شهور و بعد كده هي بقت بقى سنانها السبتة بقت حياتها ست دي عندها خمس سبعين سنة كي بتقول لي انا مش عارفة استطعم ولا عارفة اكل و ارا عارفة اتعايش و عندها مشاكل في البط و مش عارفة تتعامل بالقطوم المتحركة و خلي بالك القطوم المتحركة دي حاجة سيئة جدا ان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعت الاستطعم اللي موجودة في الفم و دايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم المتحرك يقولك انا بعد فترة الطقم واسع هو واسع ليه عشان العظم كاشف بالزبط كده الراجل ده ليه كصة كبيرة قوي الراجل ده هو مش مصري كان هو عندهم عمل حدثة اتعالج لمدة سنة كان العظم اتطاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمدة سنة و هم مش مسبتهوله هو بيقول لي الحتة دي بتلخلخ بس هم سبتهولي بسلك و مفروض الدنيا بقت كويسة طبعا في الأكس ريز في الأشعة المقطعية هو كان بيعمل بانورامات فمش باين ان فيه حاجة كسر هنا في حتة دي وما ثبتوها مفتقروا ان السنان اتحركت من مكانها و احنا لو فعلا لو سنة نزلت ندلل نحطها في مكانها ونثبتها لفترة هتثبت لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بتحرك فده بقى طبعا بدأ يكون انسجة ما بين الحتتين العظم اللي موجودين وبدأت تنى عملية الالتقام بتاعة العظم كلها فطبعا اضطرنا نفتح السنان طبعا كلها بقت حاليتها وحشة جدا فطرنا نشيلها فطرنا وبعد كده طرنا نفتح واستخدلنا العبن بتاعه وكملناه العبن بيجي في صورة فاودر من عندنا وسبتناه الكلام دا كله وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا وبعدين في خلال شهرين ونص بقى بالأسنان بتاعته اللي تحت ماشا الله حلو جدا عايزك تكلمني على التركيبات السابتة والتجميل تركيبات السابتة والتجميل ايوة نفدقيا خلينا نتفع على حاجة كل واحد ليه بصمته ليه شكل الكدر بتاعه ليه السنان واللسة والمربع دا انه هو يبان والشفاف انه يبان بشكل معين يعني احنا ماينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمان تجنيل أسنان انا هعمله الدزاين فلاني انتر ركب لأ احنا لازم نعمل حاجة تليق على دون البشرة على شكل الوش على شكلانة بتاعت الراجل اللي عايز يعمل التجميل دا تعمل تحليل اللي بتسمع وتصميم اللي بتسمع على اساس انت مين بالزبط كده انت ازاي لازم ابوصل اللسة طب انا اللسة عندي لما بيدحك بتظهر مين عد ايه هل هي بتعدي 0-3 يبقى احنا عندنا هنا دحكة لسوية لازم نبدأ نعالج الدحكة اللسوية الاول نبدأ نرسم اللسة بالليزر او نبدأ دلوقتي البوتوكس دخل في الموضوع او نعمل جراحة نسحب الشفرة العلوية اللي خليها ما تترفعش قوي أثناء الدحكة تمام؟ ده ده حاجة بعدين نبدأ نصمم اللي ابتسامة اللي هي ليقة على الراجل اللي رايح يعمل للتجميل دا نعمل وقفت حاجة تليق عليه لان فيه ناس تيجي تقول لي انا عايزة جبنة يعني عايزة سنان بيضة قوي لأ هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك وعلى فكرة انا في حالات بارفضها بالسبب ده لا احنا هنعمل حاجة تليق عليك لان في الاخر الحاجة اللي طلعه منك دي دي سينيه او امضاء مركز مكادي دي خارجة من عندنا فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشة هيقولك دي انت عاملها فين؟ هيقوله عاملها في حياتة الفلانية احنا نطلعش شغل ده احنا بنعمل حاجة اللي تنفعلك فاحنا البصمة دي لكل واحد الحاجة اللي تنفعله فاحنا نبدأ نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي ممكن تبيض لو سنان مرصوصة نعمل لها تبيض هتبقى الدنيا زي الفل واللسة حلوة مفيش مشاكل ممكن يبقى فيه شوية اعوجات في الأسنان نرصها بتقوين ونعمل لها تبيض هيبدوني برضو بعدها تقبيل هتبدوني شكلها حلو ممكن تبقى السنان مكسرة ومسوسة وفيها عصب والكلام ده كله نبدأ نعالج الكلام ده كله في الأول وبعد كده نعمل ديزاين لأسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابتة اللي هي الكراونز اللي فوق السنان بإحكام عالي جدا عشان ما بواصل اللي احنا عملناه ممكن يبقى فيه سبيسينج في مسافات ما بين الأسنان كل سنة وبعضيها نبدأ نعمل فينيرز الفنيرز دي برضو بتعملها ديزاين يعني ما بنجيبش كيز فينيرز احنا بنعمل ديزاين للأسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عاملة زي قشرة الضوافر كده بتتعامل من إيماكس بتبدأ تتلزق على السنان بعد دي ما تعمل لها ديزاين تدينا رصة السنان الجميلة دي بالألوان اللي لايئة على حضرتك ودي أكتر حاجة كونسيرفتة أكتر حاجة محافظة ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي سنانهم رصتها حلو بس هو عايز لهم فاتح يبقى بيرمننت ما بيتقصرش بالتدخين ما بيتقصرش بالأكل بالكلام ده كله لأن الطبيط الطبيط بيرجع بعد فترة فإحنا دلوقتي بقى إنا بندور إحنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجة ترمننت حاجة دائمة مش دايماً الدنيا زي ما بيقوله بتبقى متسفلتة مش دايماً الدنيا بتبقى دايماً في عقبات مفيش حاجة بتفسي دايماً وساعتي العقبة دي في الصورة زي ما تقول إيه أقول لك إيه لغم حفرة مش انت مش هيفها ماشي كده كلب يطلع يهبش يعني حاجات كده غريبة واحد جاي يزرع لك مثلاً يزرع سنان وفي مشكلة مش باينة ما يباينهاش إلا الخبرة والتكنولوجيا الحديثة زي كيس دهني كيس الدهني ده من أكتر الحاجات اللي بتشوفه لغم لغم كبير ومشكلة لما بيتساب بيحصل له تطورات مش كويسة إيه هو كيس الدهني الأول وبيبدأ إزاي واحد سنته سوست وسبها وصلت للعصب أخذ مضبطات حيوية عملية الخراج أخذ مضبطات حيوية ومسكنات هدي الخراج بدأ الصديد ده يتكون تحت الجدر نفسه من تحت وإحنا عارفين إن العظم بيشتغل بخاصيتين عكس بعض حاجة اسمها استوكلاستيك اكتيفتي وحاجة اسمها استوبلاستيك اكتيفتي إيه دول استوكلاستيك إن العظم يأكل نفسه وستوبلاستيك إن العظم يزود نفسه وده الميكانيزم اللي إحنا بنكبر به وإحنا صغيرين إحنا عندنا ده كيس دهني كبير خرجناه ده النوع حاجة اسمها O.K.C أولانتاجين الكيراتوسيست ده بيعامل معاملة الأورام هشرح لك الأول إيه هو الكيس الدهني وبعدين هقول لك عملنا إيه مع ده وش البنياء ده بيكبر إزاي بيبدأ العظم يزيد من ورا ويبدأ كده يزيد عظم وفات العظم تبقى بالحجم ده كله لأ ده سبحان الله إنه هو بيشتغل الميكانيزمين ده العكس بعض طيب ده نفس الميكانيزم اللي إحنا استخدلناه مثلا في التقويم لما بنعمل pressure أو ضغط معين على العظم بيبدأ يأكل نفسه ناحية الضغط ويبدأ يزود نفسه ناحية تانية فالسنة تتنقل من مكانها ده بقى بيحصل بطريقة لما الصديد بيكون تحت السنة نتيجة خراج فترة طويلة بدون علاج بيبدأ يأكل في العظم اللي حوالين الجدر أيها لما بيأكل في العظم ده بيكون قوضة القوضة ده ده اللي بيبقى التطور اسمه خراج مزمن القوضة دي بتبقى في الأكس راي حتة سودة كده بس مش محددة الأطراف الحتة سودة دي بتبقى دي أنا صديد مهما أنا عالكت لازم تعالج الحتة السودة دي عشان خطر السنة دي تتعالج إن حد بيقولك أنا روحت الدكتور سنين عمالي علاج عصب ولسه السنة بتقجعني بيبقى هي دي مشكلة بس الدكتور مش هخص مصبوط طيب لما بنسيب القصة دي إيه اللي بيحصل بيبدأ الجسم يلاقي إن العظم بيتاكل عنده فيبدأ يبعد نوع من أنواع الخلايا اسمها تبدأ تبطن الأوضة اللي موجودة دي لما التبطين ده بيكتمل ده إسمه الكيس الدهني تمام بيبدأ بقى الكيس الدهني ده يتطور من الإنفكتد ويقعد يتطور يتطور من العجوى اللي هو في صديد يعني كيس دهني في صديد لحد ما يوصل لحاجة اسمها OKC اللي هو أضانتوجينك كيراتوسيست مشكلته إيه ده بقى أضانتوجينك كيراتوسيست ده احنا بنسميه سيست لايك تيومر كيس دهني يعامل معاملة الأورام يعني يعامل معاملة الأورام يعني لازم نشيله بسافتي مارجنز ليه؟ لأنه كيس دهني لما بيوصل للمرحلة دي بيكبر بحاجة اسمها Finger Light Projections يبقى صوابع بيعمل زي زوائد كده يحترخ بيها العظم فالدكتور لما هيشيله الصوابع دي بتفضل لسه موجودة زمان البروتوكول بتاعها كان الاستقصال بسافتي مارجنز سافتي مارجنز يعني استقصله بزيادة استقصل حوالي حتة أمان بالزبط كده دلوقتي استخدام الكرايو والليزر كرايو ده اللي هو العلاج بالتجميد والليزر بدأنا نقدر نموت الصوابع ده الحالة دي احنا شلنا الكيس اللي فوق ده ولما تحلل لقناه انه هو اوكي سي بعد كده حطينا فيه بعد ما شلنا الكيس قدرنا ان احنا نشيل الصوابع اللي احنا قلنا عليها دي معمول عليها بيبرس كتير قوي ومرة جاي أجيب لكم اكس رايز بفور وافتر وصلنا لإيه بدأنا نزرع عظم مكان الكيس دي بلازما وحاجات معينة عشان خاطر يشد حيله كويس وبعد كده زرعنا جوه العظم اللي احنا زرعناه جوه كيس وبعد كده مشي باسنانه السبتة بقيت حياته من غير ما نستقصل زي زمان انا ليه بحكي الكصة دي كلها عشان افهم اهمال في السنة من اول التسوس بالمراحل بتاعته ممكن يوصلنا لإيه لأ حلوة اول شرح اللي تشرحته لتكوين كيس دهني سببه ايه بدأت القصة بانه تسوس واحد جاله تسوس وصل العلاج العصب وصل لمشاكل في العصب وعمال بقى يقولك انا مش رايح انا همشي بالمضاد الحاوي هو في الاخر هيموت الناس مش فهمة ميزة البين هو ايه البين ده المنبه اللي بيقولنا اجري اتصرف انا عندي مشكلة هنا لما احنا بنتنش القلم لما احنا بنتنش القلم ده احنا نستحمل التطورات فدي من اهم القناب اللي بتواجهنا يعني بلاقي عبن بقى تلاقي كيس دهني كده كبير ثلاثة في ثلاثة مثلا وتصرف بقى احنا انا عايز اعقب بسنين لأ استنى احنا هنشيل ده و هنشوف ده قصته ايه و هننضف قويس قوي و هنحط لك عبن و بعد كده نحط لك زرعات و بعد كده احنا بنتصرف بس احنا ليس ابنا نفسنا من الاول نوصل لكده هيا دي النقطة انت اساعدتني بهذا اللقاء جدا جدا مزهج جميلة في عالم طبع تسسحنا النهاردة خدتوكو فسحتوكو فرقتوكو على صحراء تم اعادة تعبير صحراء فام مفيش سنان خالص في فوق ولا تحت موساعات فوق خالص مفيش والدنيا يأس و عضم قليل لأ اتهلمنا النهاردة ازاي حتى نحط العض الموجود طب كمان سنة بس مفقودة واحدة و فهمنا اللي هيحصل لو تسابت لأ هنحط الزرعة فيها ونحمل نحمل دلوقتي ولا نأجل التحميل طب عندي جيب قنفي هرفعه ازاي بها دي قضية كانت مهمة جدا طب عندي مشكلة جبارة اسمها كيس دهني وحكينا قصة الكيس الدهني الحقيقة الحكاوة العلمية كانت كثيرة اليوم اللي بيميز اللقاء معاك كم العلم اللي انت بترده بتشرح كم علمي رائع للغاية و ده مشاهد الدكتور انت بتردله يعني زي ما بيقوله طبيعته طبيعة مشاهد الدكتور مش اي مشاهد طبيعة مشاهد الدكتور خلاص ده المشاهدين بتوعنا وصلوا للمرحلة ويقولك لا انت بتردنيش بكلمتين كده وروح دي خلت المريض جاي هو فاهم هو داخل على ايه وهل الدكتور ده بيتحك عليه ولا الدكتور ده مش مزبوط انتو ثقفتوا الناس الله يخلي مش انا انتو ده وارت ربنا يخلي حالك ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في اداءه العلمي والشرحي دكتور كريم مكادي كان في الدكتور خليكم مع الدكتور شكرا